وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب لصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث وجه رئيس السيسي باستغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق مشددا على اهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود ازالة التعديات واعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وكذا الاطور التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها